هنستنى تاني صدفة يتجمع أجيال على مستوى عالي عشان نروح كاسعالم وناخد أمم أفريقيا نستنى لو هو ده الحل للمسؤولين في قرط القدم نستنى لكن مش هو ده الحل يا جماعة ناس كتير جدا سبقونا منتخب مصر اسم كبير جدا في أفريقيا ودايما هقول كده تفتكروا مع حضراتكم مستوى المنتخبات الأفريقية في بطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت غنية بتساو كان حد بيسمع عنها معظم لعبتها محترفين الكونغو كان حد يسمع عنها كل لعبتها محترفين دي جزئية تانية نحن عدد المحترفين المصريين اللي بجد بيشرفونا عدد قليل جدا جدا لا يليك باسم منتخب مصر أو بمصر اللي عندنا ونقول يا ما عندنا مواهب آه عندنا مواهب بس هنشتغل على المواهب دي ازاي ده اللي لازم نشتغل عليه فكلنا زعلانين وكلنا متضايقين وكلنا اه يعني انا قلتها احنا اللي ظلمنا نفسنا احنا اللي ظلمنا نفسنا ساعة ما حتى ما عملناش اللي علينا ان في الاجندة الدولية لازم تلعب عشان تصنيفك يكون قدام ومش باليعني بالضرورة ان انت لو كانت تصنيفك الاول كان ممكن توصل كاس عالم مش هي دي النقطة لكن الشغل المفروض يتعمل ما تعملش الشغل المفروض يتعمل انك تطور اداء اللاعبين ما تعملش وتقول لي ما لاتحاد الكورة وما لتطور اللاعبين حاجل حضرتك وهكلمك على المانيا اشتغلت ازاي هنيجي النقطة تانية مهمة جدا تتكلم على المدربين طيب كروش يقعد لا يمشي طب الناس اصلا ما فيش مدرب مصري يقدر يمسك المنتخب في اليومين دول دي اهانة كمان لصناع الكورة المصرية اهانة اهانة كبيرة جدا لما تقول لا ده لغاية دلوقتي ما ظهرش مدرب كده يقدر يقود منتخب مصر انا ما بلومش على المدربين الموجودين لكن بلوم على المنظومة وحاجل حضرتك ان الالمانيا بجلالة ادرها في سنة 2001 اول حاجة عملتها قبل ما تدور على الموهبين لا دي طوارة المدربين 200 مركز تأهيل مدربين في المانيا سنة 2001 200 مركز تأهيل مدربين على اعلى مستوى العدد اللي اقوله الحضرتك دوت يعني من خلال الارقام ان المدربين في المانيا الحاصلين على البرو ليسنز على الرخصة دي الطوب اللي يقدر بها يدرب اي فرقة في العالم واي منتخب في العالم وصل لحوالي 1950 مدرب في مصر عندنا اعتقد اتنين اتنين بتكلم على المدربين الالمان اللي اخلال بنتكلم على يورجن كلوب بنتكلم على توخل بنتكلم على رالف رانك في الماني يونايت بنتكلم على مدربين وصلوا 28 مدرب الماني بيعمل بره المانيا نتكلم على مدربين المان واحد عنده 34 سنة ماسك الباير ميونيخ نتكلم على مدير فني الماني ماسك المنتخب الالماني عنده 42 سنة نتكلم على عدد المدربين المؤهلين لتدريب اي منتخب في العالم وصل في المانيا ل1590 مدرب فدي منظومة دي منظومة مش عايزين ننزل من الناس احنا عايزين نشتغل وعايزين بلدنا في احسن حتة في العالم المشكلة واللي بيدي الواحد ان احنا قادرين المشكلة اللي بيدي الواحد ان انت شايف الطريق وعارف ان الطريق ده هو الطريق الصح بس الطريق الصح ده عايز شغل كتير جدا وعايز مجهود كبير جدا وعايز اصرار كبير جدا وطريق طويل لكن هيوصلك لنقطة ان انت وانت قاعد اي مشجع مصري قاعد متطمن انه منتخب بلده في كاس العالم اللي جاية في كاس العالم اللي جاية كل 4 سنين احنا شفنا التجربة مش هقولك التجربة الالمنية ولا الاسبانية ولا الهولندية التجربة السعودي السعودية بتوصل كاس عالم قبل نهاية التصفيات بجولة نتيجة تخطيط المنتخب السعودي اكثر الاندية او اكثر المنتخبات العربية وصولا لكاس العالم نتيجة تخطيط.